الاساب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبلا أخذتهم يقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم تقبل منا قتم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهم أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو سرعة أو زيق اللسان أو مقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدهم أو إظهار بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفرنة وعصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحق بالزيادة آمالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصب بسجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك ذخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وصائر بلاد المسلمين يا ربنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهننا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر أحدا علينا وأرضنا وارضعنا وباسمك الكافي إفنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيك ورسولك وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيك ورسولك وربنا تقبل منا إنك أنت سمع العليم وتبع لنا إنك أنت التواب الرحيم وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لحياء منهم ولموات وهب لعبدك وخديلك وحبيبك وخديم رسولك صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وصلم وبارك وخديله وحبيبه عليه الصلاة والصلاة بآله وصحبه ما أحببته واخترته ورضيته له في الحال والمآل بلا آفة ولا كذر قبل الهبة وعند حصولها وبعد حصولها أبدا آمين يا رب العالمين يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاص مغفلة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواقذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكثر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواقذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول وأسبلن علينا رب عافية وهبنا القصد في الدارين يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله واسلب بنا نهج رشد واكفنا زللا واضرد لنا الجن والشيطان يا الله وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله وارد لنا كل ذي صعب وذي حرن ويسرا كل ذي التعصير يا الله طويل لنا عمرنا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله ودمر كل أعداء تضر بنا قبل الوصول لنا يا الله وكلنا عاصما من كل مهلكة ونجنا من بلايا الدهر وكن معيذاً لنا من شر ذي حسد مع شرفا من وشر العين وشر ثحر وشر الخلق انسهم ومع جنهم وذوات السم يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ندفع ضرنا بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيمني رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا وحمي ثمانا وتجاوز عنا وأنزل يا ربنا خيرا نعم مكان ما نخاف من شر نقم وهبلنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهبلنا الكرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر ولا يا شافي أنزل الشفاء كمكان الدائي ولا تعاملنا بالابتلائي واشفئ جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا عاجلا ونجهم وعافهم والقف بهم ولا تواخذهم بكثر زنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإن أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يظهر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك هاهنا ثم غدا لكنما تلذذ الجوارح أفضاهم لأقبه القبائه فلا تواخذهم بما لا ينقصك يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الوراء يا هادي الرداء يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الوراء يا هادي الرداء اللهم انصر من جعلته ولي أمرنا اللهم انصر من جعلته خليفتنا الخليفة العام للطريقة المريدية اللهم احفظه بما تحفظ به عبادك وأولياءك الصالحين اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك واجمع به كلمة الأمة على الخير ووفقه لما فيه مصلحة العباد والبلاد والأمة الإسلامية والأمة الإسلامية قاطبة اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا كريم يا من يفعل ما يريد إن هذه الأمية العظيمة التي خلفها الشيخ الخليم وأنجزها الشيخ الخليفة لإعلاء كلمة الله العليا نسألك اللهم أن تطول بقاءه فينا ممدودا بالصحة والعافية والقدرة والقوة حتى يكتبل المشروع كما يتمناه وتتقوى أركانه ويؤتي ثماره وأقله بإذن الله تعالى وحتى يحقق مشاريع خديمية أخرى فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم انصر كل من يعين الشيخ على أداء مهامه ومشاريعه من أهل وأقارب وأتباع اللهم مكنهم بقوة وأيدهم بنصرك حتى يقوموا على مسؤولياتهم خير قيام ويوفقوا بالرضا والنجاح بكل مرام آمين يا رب العالمين يا ربي يجعل المريدين معا في حسنك الحسين والشم لجمعا ملك جميعهم نفوسهم بلا شيء يضر والمساعي يقبلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل على خير الولى محمد وآله مع الصحاب العبد واغفر ذنوبي وذنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا معين واقضي حوائج الذين داموا في خدمتي وهب لهم ما راموا وارزقهم الإيمان والإسلام والفتح والإحسان واستسلام وجازهم عني بالغفران وبالكرامات وبالرضوان وجذبهم إلى الهدى والخير واصرفهم عن الرداء والضير آمين واغفر لهم كل لغل وذنب وهب لهم معا صلاح القلب وكن معينهم على أمور الدين والدنيا مدى الدهور ولا تواخذهم بما قد اجرموا في السر والجهر فأنت الأكرم وافتح عليهم في العلوم فتحا يزيل عنهم دنسا وقبحا وهب لهم سعادة تدوم يا بر يا مجيب يا كريم واصرف قلوبهم إلى الطاعات بالعلم والعمل في الأوقات بجاه أفضل الورى محمد وحق شهر رمضان الأمجد وحق آله وصحبه جميع وحق كل ذي سعادة مطيع وصليا عليه ثم سلما وآله وصحبه وكرما ما دامت الخدمة سلما إلى سعادة ولنجاة وإله يا من على كل شيء قادر وعلى العرش العظيم استوا بالقهر يا الله ألني عجائب قدرتك فيما أتمنى وأطلق وأكرمني بسرعة إجابة دعائي ببركة عبد الله وخديم رسوله خليلك وحبيبك ووسيلتي إليك هب لي مرامية يا وهاب دون عنان والتكفي برسول الله كل بلاء هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة يا من أجابة من استجابة هب لي إجابة في ذن ندائي يا ذا الجلال يا متعالي يا خير والي أجب دعائي صلِّ وسلِّم على المتمِّم وكل يعصِّم بالانتهاء اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ومولانا محمدٍ من النبي الأمي المجاب وعلى آله وصحبه وأسنى خديمه واجعلني بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم أداعي المجاب آمين يا رب العالمين ببركة عبد الله وخديم رسوله خليده وحبيبه وصلاة إليك آمين